يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على إمامنا وولينا وسيدنا وشفيعنا في الدنيا والآخرة أبي جعفر محمد ابن علي الباقر ورحمة الله وبركاته سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فأنراما الظهور المهدوي الحلقة الحادية والتسعون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعت فيه إن كنت راغباً في إمامك الخاتمة خاتمة برنامجنا هذا وهي تشتمل على عدة أجزاء هذا هو الجزء السادس أما عنواننا في هذه الحلقة موقف الضمير ما بين منطق الأمير ومنطق الحمير وهذا هو القسم الأول القسم الثاني يأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى موقف الضمير موقف الضمير ما بين منطق الأمير ومنطق الحمير هما منطقان مر الحديث بخصوصهما فمنطق الأمير هو منطق بيعة الغدير وأما منطق الحمير فهو منطق السقيفتين أتحدث عن سقيفة بني ساعدة وعن سقيفة بني طوسي والحمير هنا هم الحمير البشر فهم أسوأ وأسوأ 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 بكثير من الحمير الحيوانات بل لا وجه للمقايسة لأن الحمير الحيوانات خلقها الله هكذا أما الحمير البشر فهم الذين يعينون على أنفسهم أن يمسخوا أن يمسخوا إنها عملية مسخ لعقل الإنسان ومضمون قلبه هذا هو عنواننا موقف الضمير ما بين منطق الأمير ومنطق الحمير إذا وجهنا نظرنا إلى أمة السقيفة بني ساعدة فماذا نجد في أحوالها وماذا يقول القرآن عنها إذا ذهبنا إلى سورة الجمعة في الآية الأخيرة من سورة الجمعة وهي الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة وإذا رأوا تجارة منهم إنهم الصحابة عماد دين سقيفة بني ساعدة وإذا رأوا تجارة أو لهوا أثناء صلاة الجمعة النبي يخطب فيهم وإذا رأوا تجارة أو لهوا أنفضوا إليها وتركوك قائمة هؤلاء هم الصحابة هذه الآية في سورة الجمعة وهي الآية الخامسة بعد البسملة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار تنطبق على الصحابة أو لا إن الصحابة هنا أسوأ حالا أسوأ حالا من أحبار اليهود وحاخاماتهم الذين تتحدث الآية الخامسة بعد البسملة عنهم هؤلاء حملوا القرآن هؤلاء حملوا رسالة محمد صلى الله عليه وآله وههم يتركون محمدا في مسجده كي يذهبوا يشتركون مع العبيد والجوار في الرقص وضرب الدفوف وطبول وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة لست أنا الذي أقول إنه صحيح البخاري هذه طبعة دار صادر بيروت لبنان إنها الطبعة الأولى 2004 ميلاد والبخاري والبخاري متوفى سنة 256 للهجرة صفحة 893 من الكتاب الخامس والستين من كتب صحيح البخاري إنه كتاب تفسير القرآن الباب الثاني والذي عنوانه وإذا رأوا تجارة رقم الحديث 4899 بسنده بسند البخاري عن جابر بن عبد الله إنه الأنصاري المعروف قال أقبلت عير يوم الجمعة عير قافلة قافلة تجارية قال أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر فدين القوم دين أبتر وهذا عنوان بترية دينهم إنهم يصلون على رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة بتراء بعد أن نهى الأمة أن تصلي عليه صلاة بتراء أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي فثار الناس إنهم أصحابة فثار الناس إلا إثنى عشر رجلا ثار الناس خرجوا مسرعين من مسجد النبي والنبي يخطب فيهم وهم في صلاة الجمعة يجب عليهم أن ينصتوا لخطبة النبي صلى الله عليه وآله فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها هذا هو حال صحابتي يوم الجمعة الصحابة بأجمعهم يأتون إلى الصلاة إذا ما تأخر منهم فإن القلائل يتأخرون عن صلاة الجمعة ماذا فعلوا تركوا رسول الله ولم يبق منهم إلا إثنى عشر رجلا بحسب رواية البخار بحسب رواياتنا في ثقافة العترة الطاهرة فإن العدد يكون أقل من ذلك نحن والبخار هؤلاء هم 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 الذين تحدثت عنهم شورة الحجرات وبحسب البخار أيضا فإن الآيات الأولى من سورة الحجرات في أبي بكر وعمر وليس في غيرهما بصريح أحاديث البخار الآية الآية الرابعة بعد البسملة من سورة الحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات وهؤلاء هم الصحابة هم الصحابة هم الذين تركوا رسول الله في المسجد لوحده وذهبوا يرقصون مع العبيد والجوار إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون أكثرهم لا يعقلون ولذلك فإن منطقهم منطق الحمير هذه نتيجة طبيعية هذه آيات القرآن سورة الجمعة حدثتنا عن أحبار اليهود بأن منطقهم منطق الحمير فإن مثلهم بحسب سورة الجمعة الحمار يحمل أسفارا حال الصحابة في سورة الجمعة أسوأ من حال أحبار اليهود فأحبار اليهود حملوا التوراة أما الصحابة حملوا القرآن حملوا رسالة النبي والنبي فيهم وهم في عبادة واجبة ويجب عليهم الإنصات لرسول الله تركوه تركوه وخرجوا وخرجوا يا ليتهم خرجوا إلى أمر مهم إلى أمر ينتفعون من على الأقل في دنياهم لقد خرجوا كالأوباش كي يرقصوا كي يتفرجوا على ضرب الدفوف والطبول وعلى غناء العبيد والجواري استبدلوا حديث رسول الله بغناء الجواري بصوت الدفوف والطبول هؤلاء أكثر من حمير أكثر وأكثر وأكثر من حمير يتلاشى عند هؤلاء الضمير ينطمس ينطمس بعيدا هذا هو عنوان حلقتنا موقف الضمير ما بين منطق الأمير ومنطق الحمير محمد الأعظم صلى الله عليه وآله هو الذي يسمعون صوته تركوا صوته وذهبوا إلى صوت الأباعر إنها خافلة من الأباعر ذهبوا إلى صوت الأباعر وصوت الجوار المغنيات وصوت الدفوف والطبول يستبدلون صوت محمد بهذه الأصوات هؤلاء حمير وحمير 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 إلى أن ينقطع النفس هذا هو منطق الحمير هذا هو منطق الصحابة منطق سقيفة بني ساعد همو 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 في سورة الحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون أكثرهم لا يعقلون همو 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 الذين منعوا رسول الله من كتابة الكتاب العاصم للأمة ولذا طردهم هؤلاء همو همو طردهم رسول الله صلى الله عليه وآله في واقعة رزية الخميس همو همو هذا هو حال أمة سقيفة بني ساعد ما الذي فعلوه ما الذي فعلوه الذي فعلوه هو هذا القرآن في سورة التوبة في الآية الأربعين إنها آية الغار التي تتحدث عن أبي بكر ومن أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الغار ماذا وصفته وصفته بأنه صاحب رسول الله إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه هذا هو أبو بكر مع غض النظر عن مطاعن أبي بكر في هذه الأهية هذا هو أبو بكر إنه صاحب رسول الله حتى لو كان أبو بكر أفضل الصحابة هو صاحب رسول الله أما علي في سورة آل عمران في الآية الحادية والستين بعد البسملة فمن حاجك فيه حاجك في عيسى من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم إلى آخر الآية الكريمة فعلي في الآية نفس رسول الله لأن الذين كانوا في واقعة المباهلة مع رسول الله علي وفاطمة وحسن وحسين أبناءنا حسن وحسين نساءنا فاطمة أنفسنا علي فلا يمكن أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقصد نفسه حينما قال وأنفسنا لأن الآية هكذا قالت فقل تعالوا ندعو هو يدعوهم فهل يدعو نفسه فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا حسنا وحسين ونساءنا ونساءكم دعا فاطمة وأنفسنا وأنفسكم دعا علي فهو لا يدعو نفسه لأنه هو الذي يتكلم وإنما يدعو أشخاصا يكونون بعيدين عنه فعلي في الآية نفس رسول الله الأمة التي تقدم صاحب رسول الله مع فضله مع فضله تقدم صاحب رسول الله على نفس رسول الله هذه أمة ذكية هل يستطيع أحد أن يصفها بالذكاء إنها أمة غبية هذه أمة عالمة إنها أمة جاهلة هذه أمة مهتدية إنها أمة ضالة هذه أمة حكيمة إنها أمة سفيهة هناك منطقان هناك منطق الأمير ومنطق الحمير وفقا لأي منطق هذه الأمة قدمت أبا بكر على علي مع فضل أبي بكر مع أنه أفضل صحابة بغض النظر عن مطاعنه التي هي لا تعد ولا تحصى ولكن مع فضل أبي بكر كيف قدمت الأمة أبا بكر على علي هذا صاحب رسول الله بصريح القرآن وهذا نفس رسول الله بصريح القرآن هذا هو منطق الحمير هذه أمة مستحمرة منذ أيام الأولى ومستحمرة كذلك إنها مستحمرة من قبل الذين خدعوها وضحكوا عليها ومستحمرة إنها تستطيب الاستحمار فعينما يستحمرونها هي هي تستحمر نفسها بنفسها هذا هو الواقع هذه حقائق القرآن وحقائق التاريخ عبر أحاديث البخاري ولذا فإن عاقبة أمري أمتي سقيفة بني ساعدة البخاري يحدث هنا هذا هو الباب الذي عنوانه باب في الحوط إنه الباب الثالث والخمسون من الكتاب الحادي والثمانين إنه كتاب الرقاق من كتب صحيح البخاري صفحة ألف مية وسبعة وستين رقم الحديث ستالاف خمسمية وسبعة وثماني بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء هذا يعني أن دين القوم دين أبتر وهذا هو شعارهم شعارهم الصلاة البتراء عن النبي قال بين أنا قائم يوم القيامة هذه عاقبة أئمة أمة السقيفة بني ساعد فإذا كان الأئمة هذا مآلهم فإن أتباعهم سيكونون في المكان الذي سيذهب إليه أئمتهم بين أنا قائم إذا زمرة من صحابتي حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم هذا هو الذي نفسه رسول الله الروايات عندنا بينت لنا هذا ولكن القوم يدلسون وهذا هو البخاري أمير المدلسين هذا سيد المدلسين بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلوم طريقكم ليس من هنا ليس باتجاه رسول الله طريقكم بالاتجاه المعاكس فقال هلوم فقلت أين قال إلى النار والله قلت وما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة وفقا لمنطق الحمير لأن النبي في بيعة الغدير فرض على الأمة منطق الأمير فرض عليهم هذا المنطق هذا علي يفهمكم بعد هذا هو الذي أخذه على الأمة الأمة تركت منطق الأمير وذهبت باتجاه منطق الحمير وهذه النتائج واضحة إنني ما ذكرت لكم شيئا إلا من القرآن ومن صحيح البخاري من سورة الجمعة إلى سورة الحجرات إلى سورة التوبة إلى سورة آل عمران في سورة الجمعة الصحابة تركوا رسول الله في مسجده واستبدلوا صوته بصوت الدفوف والطبول بصوت الجوار والعبيد في سورة الحجرات فإنها وصفت أكثرهم بأنهم لا يعقلون الأمة التي يصفها القرآن يصف أئمتها بأنهم لا يعقلون هذه أمة ضالة أم مهتدية هذه أمة حكيمة أم سفيها إنها السفاهة والضلالة بتمام معناها بحسب سورة التوبة فإن أعلى منازل أبي بكر أنه صاحب رسول الله بينما علي في سورة آل عمران في آية المباهلة هو نفس رسول الله ماذا فعلت هذه الأمة الضالة بعد أن غدرت برسول الله وعلى رأسهم عمر في رزية الخميس إن الرجل لا يهجر وطردهم رسول الله عاقبة أمرهم هي هذه فقلت أين قال إلى النار والله قلت وما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة بعدك مباشرة ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بين وبينهم فقال هلوم هلوم قلت أين قال قال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة فلا أراه البخاري ينقل عن أبي هريرة عن النبي النبي يقول فلا أراه يخلص منهم ينجو منهم إلا مثل همل النعم إذا كانت أحاديث الشيعة تقول من أن الأمة ارتدت إلا ثلاثة إذا أردنا أن نكون دقيقين رياضيا بحسب الواقع فإن همل النعم لا تتجاوز الواحد أو الاثنين فإن العدد يكون أقل مما جاء في رواياتنا لأن الذي جاء في رواياتنا ثلاثة هم الذين لم يرتدوا ثم وصل العدد إلى ما هو دون العشرين لكن بحسب هذا التعبير فإن العدد يكون أقل من ذلك منطق الحمير هو الذي قادهم ويقودهم إلى هذه النتيجة لأن النبي صلى الله عليه وآله وضع الأمة بين منطق الأمير ومنطق الحمير وميز لهم منطق الأمير عن منطق الحمير وبايعهم على منطق الأمير لكن الأمة كفرت بمنطق الأمير وآمنت بمنطق الحمير فهني ألا هني ألا نذهب إلى فاصل أما سقيفة بني طوسي فحالهم أسوأ من حال سقيفة بني ساعد لماذا؟ لأن الحجج التي أقيمت عليهم أكثر بكثير من الحجج التي أقيمت على سقيفة بني ساعد أنا لا أتحدث عن الرؤوس الأولى فإن الرؤوس الأولى لسقيفة بني ساعد أقيمت عليهم الحجج والحجج والحجج وهذا الأمر ينطبق على سائر الصحابة فليس هناك من مجال للاعتذار عنهم أقيمت عليهم الحجة البالغة وانتهى كل شيء ربما يختلف الأمر من نسبة لأتباعهم فإن الأتباع الذين يعيشون في أيامنا هذه من أتباع السقيفتين قطعا حالهم يكون أهون من حال كبرائهم كلامي عن سقيفة بني طوس إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في الرسالة الأولى التي وصلت منه إلى المفيد سنة 410 للهجرة الإمام بين موقف أكثر مراجع الشيعة وهذا الموقف هو هو أكده الطوس والطوس كان موجودا كان في مجموعة تلامذة المفيد والرجل شافعي الدين شافعي الثقافة قد ينتمي إلى المجتمع الشيعي انتماء مجتمعيا لكنه منذ صغره وهو يتعلم عند الشوافع والأحناف فصار الرجل شافعيا معتزليا جمع كل شيء لا علاقة له بدين العترة الطاهرة وأنت جدينا جديدا ومذهبا جديدا هو هذا المذهب الذي يضحكون عليكم به حيث تقول حوزة النجف من أنه مذهب أهل البيت من أنه مذهب إمامنا الصادق من أنه المذهب الإثنى عشر كل هذا الكلام كذب في كذب في كذب فالعترة الطاهرة ليس لها من مذهب المذهب أسسها العباسيون العترة الطاهرة لها دين واحد وليس هناك من مذهب إنني أتحدث عن المذاهب الإصطلاحية وليس عن المذهب في اللغة فإن المذهب في اللغة الطريق وهذا ينطبق على دين العترة الطاهرة لكنهم حينما يتحدثون عن مذهب أهل البيت عن المذهب الجعفري عن المذهب الإثني عشري يتحدثون عن المذهب الإصطلاحي هناك إسلام ومن الإسلام تتفرع المذاهب وهذا بحسب القرآن بحسب مواثيق بيعة الغدير كفر صريح كفر صريح لا مجال للنقاش فيه هناك إسلام ومن الإسلام تتفرع المذاهب بحسب مواثيق بيعة الغدير هذا كفر صريح لا مجال للنقاش فيه إنني أتحدث عن دين العترة الطاهرة إنني أتحدث عن قرآنهم المفسري بتفسيرهم وعن حديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله عليه الإمام في رسالته بيّن موقف المراجع الضالين ومعرفتنا هذه كلمات إمام زماننا ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم الإمام لا يتحدث عن كثير من البقالين ولا عن كثير من النجارين ولا عن كثير من الحمالين ولا ولا إنه يتحدث عن مراجع الشيعة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم حتى لو كان الزلل أصاب البقالين من بقالي الشيعة وأصاب النجارين من نجاري الشيعة فليس من عند أنفسهم وإنما من عند مراجعهم من عند علمائهم ولذا فإن المشكلة في الرؤوس ومعرفتنا ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد إنه عهد الغدير ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا هو منطق الحمير حينما ذهبوا بعيدا عن منهج السلف الصالح هذا هو المنهج اليماني هذا هو المنهج القمي هذا هو المنهج الزهرائي هذا هو المنهج الصادقي المنهج الباقري مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا هو منطق الحمير الذي تأسس عليه المذهب الطوسي وتأسست عليه حوزة النجف وهذا هو المنطق نفسه الذي تدين به الشيعة الآن في العراق وغير العراق لأن الشيعة في كل البلدان تدين بالمذهب الطوسي اللعين والمذهب الطوسي مبني على منطق الحمير تريدون أن تعرف الحقيقة عدوا إلى برامج لا أقول لكم صدقوا كلامي وإنما تحققوا منه وتأكدوا من الموضوع بأنفسكم فهذا هو منطق الأمير وهذا هو منطق الحمير منطق الأمير واضح ومنطق الحمير واضح أيضا منطق الأمير في قرآنه المفسر بتفسيره وفي حديثه المفهم بتفهيمه وأما منطق الحمير فهو الذي يعارض هذا المنطق الذي يعارض منطق الأمير فإنه يتبع منطق الحمير سأعود إلى القرآن وما تحدث به عن هذا الموضوع لكن سؤالا يطرح نفسه ما المراد من الضمير ما هو الضمير عنوان الحلقة موقف الضمير ما بين منطق الأمير ومنطق الحمير ما هو الضمير الضمير هو هو صوت هو صوت العقل في أعماق الإنسان في البعد العميق الناس لا يسمعونه الإنسان هو هو لوحده يسمعه لا يستطيع أحد يقف بجانبي كيسمع صوت ضمير صوت الضمير لا يسمعه إلا صاحبه فقط المراد من الضمير هو صوت العقل في أعماق الإنسان في أعمق بعد في الأبعاد العميقة من النفس البشرية إنه صوت العقل يمازجه شعور القلب وإحساس الوجدان وهمسات الفطرة هذا هو الضمير إنه صوت العقل يكون ممزوجا بشعور دافئ من القلب بإحساس نابض من الوجدان مع همسات لطيفة من همسات الفطرة هذا هو الضمير هذا هو الصوت الذي ينبعث من الأعماق البعيدة في باطن الإنسان يسمعه صاحبه قد يكون للأمة جمعا قد يكون هناك ضمير جمعي هذا الضمير الجمعي مثلما نتحدث عن العقل الجمعي للأمة ولا أريد أن أخوض في هذا الموضوع الآن فالضمير هو هذا فعنوان الحلقة يتناول هذا المطلب موقف الضمير ما بين منطق الأمير ومنطق الحمير ضمير الإنسان فيه جنبتان فيه جنبة ثابتة لا تتغير وهي الجنبة التي تحدثنا الأحاديث الشريفة عنها من أنها حجة الله على العباد وإذا ما تغيرت أو تبدلت فإن حجة الله على العباد لن تكون موجودة هناك جنبة من الضمير لا يمكن أن تتبدل وهي الجهة التي من خلالها يميز الإنسان الحق من الباطل الإنسان يمتلك هذه القدرة لكنه في بعض الأحيان هو الذي يطمسها لو لم يمتلك الإنسان هذه القدرة فلا حجة لله عليه فإن الله سيحتج على العباد يوم القيامة يحتج بماذا يحتج بماذا الحجة التي سيحتج الله بها موجودة في داخل الإنسان قبل أن تكون هناك حجج تتحرك في الواقع من حوله هناك حجة في داخل الإنسان والإنسان بها يعرف الحجج التي تتحرك حوله في الواقع الذي يعيش فيه وإلا فلا حجة لله على العباد إذا كان الناس لا يمتلكون آلية لتمييز الحق من الباطل ويولد الإنسان وهو يمتلك هذه القدرة كل مولود يولد على الفطرة ولكن أبواه هما أهلذان يهودان ينصران يمجسان هذا جانب هذا جانب من الموضوع لأن الضمير ما هو الفطرة الضمير مجمل إدراك الإنسان ومجمل إدراك الإنسان لا ينحصر في الفطرة فقط إنما الفطرة تمثل جانبا من إدراك الإنسان وكان تعبيري دقيقا حين قلت لكم من أن الضمير هو صوت العقل في أعماق الإنسان يمازجه شعور دافئ من القلب وإحساس نابض من الوجدان وهمسات لطيفة من الفطرة هذا هو الضمير الذي أحدثكم عنه هناك جهة ثابتة فيه لا تتغير إنها الجهة التي وفقا لها نميز ما بين الحق والباطل كثير من الأسئلة في المسائل الشرعية على سبيل المثال يسألها الناس وهم يعرفون جوابها لأن جوابها في السؤال نفسه مرارا وكرارا أتذكر حينما كنت في مدينة قم وكان بعض الناس من الذين يعملون في التجارة في البازار يأتونني يطلبون الجواب الشرعية لمسألة ترتبط بمعاملة تجارية المعاملة باطلة شرعا فكنت أقول له للسائل إنك تعلم إنها باطلة ولكنك تأتيني لعلك تجد عندي حلا كي تكون المعاملة ليست باطلة وإلا فإنك تعلم ببطلان المعاملة وسؤالك هو أدل دليل على ذلك لأنك تحدثني عن تفاصيل المسألة ودقائقها وهذا يعني أنك تعرف بطلانها هناك شيء في الإنسان يستطيع الإنسان بواسطته أن يميز بين الحق والباطل قطعا في الأمور الأصلية في الأمور الكلية في الأمور الجزئية والصغيرة قد يكون الأمر مبهما على الإنسان يحتاج إلى آلية أخرى ومن هنا فإننا نحتاج الإمام المعصوم وفي غيبته نحتاج الذين يحدثوننا بعلم الإمام المعصوم لا بفتاوى المجتهدين الاجتهاد لا ينتج علما الاجتهاد أساسا هو مبنى ظني المبنى الظني لا ينتج علما ينتج ظنونا سؤال يطرح نفسه هل الاجتهاد مبنى علمي من الذي يستطيع أن يقول هذا إذا كان صادقا مع نفسه لا أن يضحك على نفسه ويضحك على الآخرين هل الاجتهاد مبنى علمي دقق النظر في تفاصيله فإن النتيجة واضحة لأن مقدمات الاجتهاد ظنية إنني أتحدث عن المبنى في أصله لا أتحدث عن عملية الاستنباط الجزئية أتحدث عن المبنى في أصله كلمة الاجتهاد ماذا تعني أن الإنسان يعتمد على جهده وليس هناك من حد معين يكون الاجتهاد فيه كاملا لأن الإنسان لا يمتلك القدرة على أن يبذل جهدا كاملا الاجتهاد في أصله وفي فروعه وفي كل ما يرتبط به منظومة ظنية المنظومة الظنية لا يمكن أن تنتج علما إنها تنتج ظنونا فأنا لا أتحدث هنا بهذا المنطق هذا منطق الضلال نحن إما أن نأخذ عن المعصوم مباشرة أو أن نأخذ عن ناقل ينقل لنا علم المعصوم وهذا المنهج بينه لنا قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم إذن هناك جنبة ثابتة في ضمير الإنسان هذه هي التي تكون قاعدة للحجة البالغة التي تقام على الإنسان الجهة الثانية من ضمير الإنسان جهة متغيرة وهذه تتغير بحسب الظروف والملابسات المحيطة بالإنسان وما يصل إلى الإنسان من ثقافة من معلومات أو ما هو عليه من سلوك أخلاقي ومن ممارسات على مستوى الحالة النفسية على مستوى الأقوال والألفاظ أو على مستوى الأفعال والحركات البدنية الجهة الثانية هي التي تسبب طمس الضمير هذه الجهة الثانية يمكن أن تتبلد أن تكون بليدة حينما تواجه الحقائق تدركها لكنها لا تتفاعل معها لماذا؟ لأنها قد تشبعت بمنطق الحمير فحينما تتشبع الجهة الثانية من ضمير الإنسان المساحة التي يمكن أن تتغير يمكن أن تتفاعل مع ما حولها إذا ما تمازجت مع منطق الحمير فإنها سوف تتبلد تكون بليدة وحينئذ يكون الإنسان مستشعرا للصدق وللحقيقة لكنه لا يجد دافعا عنده للتمازج معه لا يجد دافعا عنده أن يرتب أثرا على هذا الصدق وهذا الحق وهذا هو حال الصحابة حال الصحابة حينما جاءتهم الزهراء وذكرتهم ذكرتهم بالعهود والمواثيق التي أخذت عليهم فماذا قالوا لها لو جاءنا علي قبل هذا قبل أن نبايع أبا بكر لبايعنا لأنهم لم ينكروا على الزهراء حينما أقامت عليهم الحجة ذكرتهم ذكرتهم بموقف علي من رسول الله وبموقف رسول الله من علي وهم لا يستطيعون أن يدفعوا ذلك أن ينكروا ذلك فكان العذر هو هذا من أننا بايعنا أبا بكر لو جاءنا علي قبل هذا لكنا قد بايعنا يعني أن بيعة في أعناقنا هي بيعة باطلة ما قيمتها وهم يعرفون الحقيقة لكن ضمائرهم تبلدت لماذا لأنها امتزجت مع منطق الحمير هذه المشكلة نفسها نفسها عند مراجع الشيعة حينما يعرفون الحقائق ويعلمون أن المذهب الطوسية باطل وأن الحق في دين العترة الطاهرة يقولون هذا صحيح في مجالسهم الخاصة ولكن الأمر في غاية الصعوبة فإن الناس لن تقبل لو غيرنا كذابون إنهم لا يريدون أن يرتب أثرا عمليا لقد تبلد ضمائرهم تبلد ضمائرهم لأنها امتزجت بمنطق الحمير هذا هو مراد من عنوان الحلقة موقف الضمير ما بين منطق الأمير ومنطق الحمير نذهب إلى فاصل إذا ما رجعنا إلى الكتاب الكريم فإنه ذكر الحمير في سوره وآياته خمسة مرات تعالوا كي ننظر في آيات القرآن في سورة النحل في الآية الثامنة بعد البسملة والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة هذه الآية جاءت في سياق آيات تتحدث عما خلق الله من نعم أنعم بها على العباد إذا رجعنا إلى الآيات السابقة من سورة نفسها خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف الرحيم والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزين ويخلق ما لا تعلمون الحديث هنا عن الحمير الحيوانات فإن الله يعد الحميرة الحيوانات من النعم التي أنعم بها على الإنسان الشياق واضح هنا ذكر القرآن الحمير فإن القرآن هنا يتحدث عن الحمير الحيوانات والذكر هنا للحمير في مقام المدح لأن الله يعدد نعمه على العباد فمن جملة هذه النعم والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها وزين وجاء في سورة البقرة ذكر الحمير عبر حمار عزير إنها الآية التاسعة والخمسون بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها عزير النبي وكان يركب حمارا فمات عزير ومات حماره أماته الله أمات الله عزيرا وأمات حماره وبعد مئة من السنين بعثه الله فرجع عزير ورجع حماره أيضا فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام إلى عظام الحمار كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة فجاء ذكر الحمار هنا عرضا إنه الحمار الحيوان الحمار الذي كان يمتطيه عزير النبي مصداق للآية الثامنة بعد البسملة من سورة النحل حيث ذكرت الآية في سياق الآيات التي تعدد نعم الله على العباد وذكرت الحمير ومصداق عملي ها هو عزير النبي يركب الحمار فذكر الحمار هنا جاء عرضيا لأن الحديث عن موت عزير وعن عودته للحياة في جملة هذه الواقعة هناك حمار هو حمار عزير غاية الأمر هو حمار حيوان عزير كان يركبه لا يوجد شيء بخصوص الحمير الحيوانات لا يوجد شيء من ذنب من قدح لأن الله خلق الحمير الحيوانات بهذه الهيئة وبهذه الكيفية قلت لكم من أن الله في قرآنه تحدث عن الحمير خمسة مرات في سورة النحل مرة في سورة البقرة مرة وفي هاتين المرتين تحدث عن الحمير الحيوانات لكن ما بقي من الآيات التي ورد فيها ذكر الحمير فإن الحمير هم الحمير البشر وما هم بالحمير الحيوانات إذا ذهبنا إلى سورة الجمعة إنها الآية الخامسة بعد البسملة آية ذكرت الحمير ذكرت الحمار الحديث هنا عن الحمير البشر مقصود الآية هو هذا مقصود الآية أن رجال الدين في المجموعة الثانية هم حمير حمير بشر سورة الجمعة قسمت رجال الدين إلى مجموعتين مجموعة رجل الدين الإنسان الحديث عن هذه المجموعة في الآية الثانية بعد البسملة يتلو عليهم آياته هذه المجموعة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتلو عليهم آياته إنها آيات الله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كانوا على منطق الحمير ولكنهم الآن على منطق الأمير وهذا هو رجل الدين الإنسان وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كانوا على منطق الحمير مثل الذين حملوا التوراة إنها الآية الخامسة بعد البسملة من سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار الحمار الحمار هو الحمار الحيوان لكن الآية لا تتحدث عن الحمار الحيوان هذه الصورة التقريبية إنها تتحدث عن الحمار البشري فرجال الدين هم الحمير البشر وإذا ذهبنا إلى سورة المدثر إنها الآية التاسعة والأربعون بعد البسملة وما بعدها فما لهم فما لهم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة الحديث في اللفظ عن الحمير الحيوانات لكن الآية تجعل مقصدها تجعل مضمونها في الحمير البشر كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ماذا نقرأ في تفسيرهم لقرآنهم هذا هو الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين النجف الاستراباد وهذه طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة في صفحة السادسة والثلاثين بعد السبع مئة الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أذهب إلى موطن الحاجة منها وقوله وقوله كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة قال يعني كأنهم حمر وحش فرت من الأسد حين رأته الحديث عن الحمير الوحشية عن الحمير الحيوانات لكن المضمون الأصل في الآية حديث عن البشر عن البشر الحمير يعني كأنهم حمر وحش فرت من الأسد حين رأته وكذا وكذا أعداء آل محمد إذا سمعت بفضل آل محمد نفرت عن الحق نفرت الذين يقولون نحن شيعة وهم على دين الطوسي وحينما يسمعون بدين العترة الطاهرة فإن قلوبهم تنفر من هذا الدين تنفر من هذا الدين هؤلائهم هؤلائهم لماذا؟ لأنهم يتمسكون بمنطق الحمير وهذا هو الفارق بين منطق الأمير ومنطق الحمير ووفقا لذلك يتشكل موقف الضمير فيلتبس على الإنسان ويضيع الإنسان وهكذا يتردد في أحاديث العترة الطاهرة بخصوص مراجع الشيعة علماء الشيعة والشيعة ضلوا وأضلوا ضلوا وأضلوا هناك ترابط واضح جوهر هذا الترابط هو التمسك بمنطق الحمير لو أن الشيعة تحترم عقلها لو أن الشيعة يبحثون عن الحقيقة بأنفسهم بعيدا عن أولئك المعتوهين بعيدا عن أولئك السفهاء مجموعة من الشياب العجزة الذين لا يمتلكون ثقافة حقيقية ولا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة إما أن يتحدث متحدثهم كي يتأتئ في الحديث وهذه وسيلة عملهم نحن لا نعتب على النجار إذا ما تأتأ في حديثه وإنما نعتب على النجار إذا ما كان لا يعرف استعمال المنشار ولا يعرف أنواع الخشب ولا يعرف أنواع المسامير ولا يعرف أنواع الأصباق ولا ولا التي يستعملها في عمله لكننا لا نعتب عليه أن يصيبه العي حينما يتكلم أما رجل الدين فإن آلة عمله لسانه فإما أن يتحدث أو يتأت أتحدث عن آيات الله العظمى وإما أن يكون مهرجا إذا ما نظر الناظر إليه فأول شيء يصدر من الناظر أن يسخر منه أن يضحك عليه وإما أن يكون كالصنم كالجدار لا يخرج منه شيء ولا يدخل إليه صاموط لا موط هذا هو حال هؤلاء المتعوسين المنحوسين الذين يقال لهم بأنهم نواب صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه فإذا كانت الشيعة تأخذ دينها من هؤلاء وأمثالهم قطعا حينما يسمعون دين العترة الطاهرة ستكون قلوبهم نافرة نافرة هؤلاء هم فما لهم عن التذكرة معرضين لماذا يعرضون عن معارف أهل البيت فما لهم عن التذكرة معرضين الإمام الصادق يقول يعني بالتذكرة ولا يتأمير المؤمنين إنها بيعة الغدير إنها ثقافة الغدير فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة وكذا أعداء آل محمد إذا سمعت بفضل آل محمد نفرت عن الحق نفرت عن الحق إنهم يريدون الدين الطوسية اللعين لماذا لأن ضمائرهم انطمست انطمست لماذا انطمست لأنهم تمسكوا بمنطق الحمير وهذا أدى إلى أن تتبلد ضمائرهم لا تستشعر الحق وحتى إذا استشعرت فإنها لا تملك دافعا باتجاهه تبقى على ما وجدت من دين ورثته من الآباء والأجداد إنها الدوامات التي حدثتكم عنها في الحلقات المتقدمة دوامة التمسك بدين الآباء والأجداد على ضلاله ودوامة الرئاسة أكان الشيعي طالبا للرئاسة أم كان مرؤوسا يصنم الرؤساء كل هذا مر علينا وهذه الموضوعات مترابطة هذه ثقافة واحدة هذه ثقافة العترة الطاهرة وهذا هو منطق الأمير وأنتم قايسوا بين هذا المنطق وبينما يحدثونكم به عبر الفضائيات أو عبر الإنترنت أو عبر المساجد والحسينيات قارنوا بين هذا المنطق الذي هو منطق الأمير مبادئه أسسه آيات بتفسيرهم وأحاديث بتفهيمهم وكل شيء أمام أعينكم قارنوا بين هذا المنطق وبين منطق الحمير الذي تملؤون رؤوسكم به حيث تتقيأ المرجعية عبر وكلائها وخطبائها وفضائياتها ومؤسساتها حيث تتقيأ بخرائها في رؤوسكم نذهب إلى فصل في سورة لقمان إنها الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة هناك ذكر للحمير وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير الحمير هنا الحمير البشر إنهم قتلت الزهراء بحسب منطق الأمير لأن الآية هنا تستنكر تستنكر صوت الحمير وهذا بعيد بعيد عن الله أن يخلق خلقا هو الذي خلقه بحكمته وبعد ذلك ينكر عليه مشارق أنوار اليقين للحافظ رجب البرسي هكذا هكذا هو مشهور بهذا اللقب إنه الحافظ رجب البرسي طبعة انتشارات الشريف الرضي قموا المقدسة في صفحة السابعة والأربعين بعد المئة سأل رجل أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما معنى هذه الحمير يشير إلى الآية من سورة لقمان إن أنكر الأصوات لصوت الحمير فقال أمير المؤمنين الله أكرم من أن يخلق شيئا ثم ينكره إنما هو زريق وصاحبه في تابوت من نار زريق وصاحبه قتلت فاطمة صلوات الله عليه إنما هو زريق وصاحبه في تابوت من نار في صورة حمارين إذا شهق في النار انزعج أهل النار من شدة صراخهما هؤلاء هم حمير جهنم لكنهم في الأصل اعتمدوا منطق الحمير إنهم حمير بشر تلاحظون أن القرآن تحدث عن الحمير عموما في خمس آيات في آيتين كان الكلام عن الحمير الحيوانات من دون ذم أو قدح ولكن في الآيات المتبقية وعدد الآيات أكثر إنها ثلاث آيات كان الحديث عن الحمير البشر ولذا جاء الذم وجاء القدح وجاء الحديث عن الضلال وعن عداء محمد وآل محمد وأعتقد أن المضامين واضحة واضحة جدا في الصحيفة السجادية في أول دعاء فيها في أول دعاء حينما تفتحون الصحيفة السجادية في أول دعاء في أول دعاء إمامنا السجاد يعلمنا هذا الدعاء هذا ما هو بدعاء الإمام السجاد مر هذا الكلام علينا في الحلقات المتقدمة هؤلاء هم علماء حوزة الحمير الذين يقولون من أن أدعية الصحيفة السجادية هي أدعية الإمام السجاد هذه الأدعية نظمها الإمام السجاد كتبها بقلمه سطرها بيده صلوات الله عليه لنا نحن نقرأها فماذا نقرأ في أول دعاء من أدعية الصحيفة السجادية والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية فكان كما وصف في محكم كتابه إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيله هناك حدود الإنسانية إنها حدود مجموعة رجل الدين الإنسان وهناك حدود البهيمية إنها حدود مجموعة رجل الدين البهيمة رجل الدين الحمار منطقهم واحد منطقهم واحد يتكامل القرآن بحديثهم ويتكامل حديثهم بقرآنهم دققوا النظر في هذه الكلمات والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده وكيف نعرف حمده وأسرار حمده وأسرار توحيده ما لم نعرف محمدا وآل محمد كي نأخذ الحقائق منهم نحن هكذا نخاطبهم في زيارة الجامعة الكبيرة من أراد الله بدأ بكم البداية من هنا ومن وحده قبل عنكم كيف تتحقق لنا معرفة حمده سبحانه وتعالى من دون معرفة توحيده لن نستطيع أن نحمده من دون أن نوحده ومستحيل أن نوحده من دون أن نعرف محمدا وآل محمد لأن التوحيد يؤخذ منهم هذا هو التوحيد التوحيد معرفة عن الله عقيدة في الله فكرة عن الله نأخذها من محمد وآل محمد صلوات الله عليه فقط وفقط وفقط والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوا وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه ولو كان كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية فكانوا كما وصفه في محكم كتابه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ماذا نقرأ في الرسالة التي كتبها إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه لأحد أصحابه لإسحاق ابن إسماعيل إنني أقرأ عليكم من رجال الكشي الكتاب المعروف بهذا الإسم وهذه الطبعة طبعة مركز نشر أثار العلامة المصطفوي إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي طهران إيران في صفحة 75 بعد 500 رقم الحديث 1088 الرسالة طويلة أقرأ عليكم من الصفحة السابعة والسبعين بعد الـ 500 ولولا محمد والأوصياء من بعده هذا الخطاب لي ولكم ليس مخصوصا بإسحاق ابن إسماعيل ولولا محمد والأوصياء من بعده لكنتم حيارا كالبهاء هذه حقيقة هذه حقيقة وإذا تعرف ماذا يجري في الكواليس لكفرت بدينها بدين الضلال لو أن أتباع سقيفة بني ساعدة يعلمون ماذا يجري في كواليس دينهم لكفروا بدينهم والحال هو هو مع أتباع سقيفة بني طوسي لو أنهم يطلعون على الذي يجري في كواليس دينهم لا كفروا بدينهم وكفرهم بدينهم أفضل من بقائهم على دين الضلال قطعا فإن كفرهم بدين الضلال هذا لا يعني أنهم سيكونون على هدى لكنهم سيكونون على حال قطعا يكون أفضل من حال البقاء على الدين الطوسي لأن الذين على الدين الطوسي أتحدث عن مراجعهم هم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه الأتباع في نفس هذا الاتجاه وصفتهم الروايات بأنهم قتلت الحسين في آخر الزمان فليخرجوا من هذا الدين وليبقوا بلا دين سيكونون في حال هو أفضل من أن يكونوا أسوأ من قتلة الحسين فإنهم لن يكونوا بهذا السوء لو كفروا بدينهم ولذا يقولون لي دائما من أنك ستجعل الشيعة يكفرون بدينهم فليكفروا فليكفروا بدينهم هذا ما هو دين العترة الطاهرة هذا دين عباسي شيطاني فليكفروا به فليكفروا به هذا دين الشياطين هذا دين العباسيين هذا دين الطوسيين لا يريدون أن يتمسكوا بدين العترة تلك مشكلته لكن كفرهم بدين الطوسيين قطعا قطعا أفضل من بقائهم على دين الطوسيين ولولا محمد والعوصياء من بعده لكنتم حيارا حيارا كالبهائم أتعلمون أن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قال للبطائن في أيام حياته في حيات إمامنا الكاظم البطائن كان من كبار مراجع الشيعة زمن الإمام الكاظم من كبار العلماء والمحدثين إنني أقرأ وعليكم من المصدر نفسه صفحة أربعمية وثلاثة رقم الحديث سبعمية وأربعة وخمسين الإمام الكاظم قال لعلي البطائني لعلي بن أبي حمزة البطائني قال له يا علي أنت وأصحابك شبه الحمير ومع ذلك كانت الشيعة تلجأ إليه وحينما استشهد إمامنا الكاظم تركوا الإمام الرضا ولجأوا إليه وهذا هو الذي أسس دين الواقفة مثلما أسس الطوسي دين الطوسيين بالضبط الإمام قال له في حياته هذا كلام الإمام الكاظم في حياته ربما لم تسمع كل الشيعة بذلك لكن خسما من الشيعة سمعوا بذلك ومع هذا تبعوا لماذا لأن الضمير قد مات عندهم تبلت لماذا تمسكوا بمنطق الحمير تمسكوا بمنطقه بمنطقها أولا الإمام الكاظم يقول للبطائن يا علي أنت وأصحابك أنت وأصحابك شبه الحمير صفحة أربعمية وأربعة رقم الحديث سبعمية أو سبعة وخمسي إمامنا الكاظم يقول للبطائن يا علي فهو علي ابن أبي حمزة يا علي أنت وأصحابك أشباه الحمير صفحة أربعمية وأربعة وأربعين رقم الحديث ثمانمية واثنين وثلاثين هو 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 يحدث بعض الناس ممن يعرفهم هو البطائن نفسه يقول قال لي أبو الحسن الأول الكاظم صلوات الله عليه يا علي أنت وأصحابك أشباه الحمير رقم الحديث ثمانمية وخمسة وثلاثين أيضا هو البطائن يقول من أن الإمام الكاظم قال له يا علي أنت وأصحابك أشباه الحمير رقم الحديث ثمانمية وستة وثلاثين بسنده عن أبي داود قال كنت أنا وعيينة بياع القصب عند علي ابن أبي حمزة قال فسمعته يقول قال لي أبو الحسن موسى إنما أنت يا علي وأصحابك أشباه الحمير قال فقال عيينة يخاطب أبا داود أسمعت هذا هو يحدث عن الإمام الكاظم من أن الإمام الكاظم قال له إنما أنت إنما هذا حصر وتأكيد وتشديد إنما أنت يا علي وأصحابك أشباه الحمير قال فقال عيينة يقول لأبي داود أسمعت قال قلت إي والله قال فقال لقد سمعت من هو الذي يقول عيينة بياع القصب يقول لأبي داود لقد سمعت والله والله لا أنقل قدمي إليه ما حيت هذا منطقه منطق الأمير أما كبار علماء الشيعة في ذلك الزمان اتبعوا البطائن فإن منطقهم كان منطق الحمير وتأسست الواقفة إنهم الكلاب الممطورة هكذا وصفهم إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه المشكلة إذن في منطق الحمير في منطق الحمير هذه مشكلة مشكلة عويصة مشكلة عويصة نذهب إلى فاصل يحدثنا أمير المؤمنين عن هؤلاء عن أصحاب منطق الحمير من أمثال المرجع البطائني إنني أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان إنها الخطبة السابعة والثمانون أقرأ عليكم من الصفحة الثامنة والسبعين أمير المؤمنين وهو يتحدث عن هؤلاء فيقول وآخر قد تسمى عالما وليس به ما هو بعالم هذا من أتباع منطق الحمير الناس تقول عن بأنه عالم هو يقول عن نفسه ذلك لكن الحقيقة إنه حمار بشري وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال وقد عرضت عليكم النماذج الكثيرة هذا الذي يفتري على الله آيات من القرآن وهذا الذي يفتري على رسول الله وآل رسول الله وهذا الذي يكذب على الشيعة ويكذبه يكذب وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع ويقول أعتزل البدع وبينها الطجع فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان هذا هو الحمار البشري هذا تعريفه هذا التعريف بحسب منطق الأمير لأولئك الذين هم على منطق الحمير ألسنا بايعنا في بيعة الغدير على أن علي هو الذي يفهمنا هذا علي يفهمكم بعدي ها هو علي يفهمنا هذا حال مجموعة رجل الدين الحمار إنهم المراجع الطوسيون من أولهم إلى آخرهم من الأموات إلى الأحياء هذا هو حالهم يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع هو هو كله كله شبهة من رأسه إلى قدمه يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع ويقول أعتزل البدع وبينها الطجع فصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه وذلك ميت الأحياء وذلك ميت الأحياء لماذا؟ لأن الضمائر ماتت تبلدت هو حي لكن لا ضمير له صوت الهداية الذي يكون في الأعماق حتى حتى لو كان يسمعه بهمس فإنه لا يرتب أثرا على ذلك لأن ضميره قد تبلد وإنما تبلد ضميره لأنه قد امتزج بمنطق الحمير ومنطق الحمير هو الذي يناقض منطق الأمير منطق الأمير واضح هذا هو فصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان هذا هو الحمار البشري الذي يتمسك بمنطق الحمير القرآن في الآية التاسعة والسبعين بعد المئة بعد البسملة من سورة الأعراف وضع النقاط على الحروف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والأنس أتباع منطق الحمير إلى جهنم إلى جهنم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والأنس ما هي أوصافهم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها إنهم يبصرون ولكنهم لا يرتبون أثرا إنهم يفقهون بقلوبهم بمستوى من المستويات لكنهم لا يرتبون أثرا لماذا لأنهم قد امتزجوا بعقولهم وقلوبهم مع منطق الحمير لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها لو كانوا يبصرون لرتبوا الأثر هم يبصرون ولكن القرآن لا يعد إبصارهم هذا إبصارا لماذا لأنهم لا يرتبون أثرا ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام هؤلاء حمير أولئك كالأنعام بل هم أضل لأنهم حمير بشر فالحمار البشري أضل وأضل وأضل من الحمار الحيواني أولئك هم الغافلون أولئك هم الغافلون لماذا أصابتهم الغفلة لأنهم لا يتمكنون من سماع صوت ضميرهم لأن الضمير صار صار شيطانا أخرس حتى في داخله كما يقول أمير المؤمنين من أن الساكت عن الحق شيطان أخرس ضمائرهم تحولت إلى شياطين إلى شياطين تحول الضمير إلى شيطان أخرس تبلد الضمير فصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هذا كعب ابن الأشرف من كبار رجالات اليهود زمان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الرواية طويلة إنني أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه الرواية تبدأ في الصفحة السبعين إنه الحديث الثاني والخمسون وهذه طبعة منشورات ذوي القربة الطبعة الأولى قم المقدسة في الصفحة السبعين الحديث الثاني والخمسون يستمر يستمر إلى الصفحة السادسة والسبعين حديث طويل فماذا أقرأ منه وماذا أترك منه إنني سأقرأ جملة ترتبط بحديثي هنا من هذا الحديث الطويل النبي بطلبهم أقام المعجزات تلو المعجزات ولكنهم كفروا والحمار حمار كعب بن الأشرف استعصى على كعب بن الأشرف أن يركبه كان رافضا لموقف كعب بن الأشرف النبي يقول له يا كعب بن الأشرف أذا من سادات اليهود حمارك خير منك في نسخة والتي اعتمدها صاحب البحار يا كعب بن الأشرف حمارك أعقل منك أنا أقرأ من نسخة التفسير التي بين يدي يا كعب بن الأشرف حمارك خير منك لأن الحمار هنا حمار حيواني وأما كعب بن الأشرف فهو حمار بشري أما أنا للحمير البشري أن يعود إلى أحضان أئمتهم كي يكونوا بشرا أم أن الأمر سيبقى جاريا على هذا أهل من واهل الحكاية معقدة والحكاية طويلة ومفصلة وقت الحلقة انتهى أكتفي بما بيّنته لكم وعنواننا هو هو سيبقى في الحلقة القادمة الحلقة القادمة تطبيقية تطبيقية على الواقع الشيعي إذن هناك منطق الأمير وهناك منطق الحمير وهناك الضمير ضمير الإنسان ما بين كل هذه المعطيات تشخص المقصود من قولي موقف الضمير ما بين منطق الأمير ومنطق الحمير نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن يا بقية الله زهرائيون نحن يا حسين يا حسين يا حسين والهوى والهوى زهرائي سألكم الدعاء جميعا في أمان الله